ما عليش دكتور سؤال بس مثلا لو جيت احسب B من اليمين او من الشمال هيتطلع الرقم مختلف صح عشان هاخد معايا ال W2 هتختلف لا بتكلم بال French equation يعني اه يعني مثلا اكتر من باكية جاية عايز احسب هتختلف ال value لو خدت اليمين او الشمال ولا هتختلف في حاجة لان ال W1 وال W2 وال L1 وال L2 وقيم سابتة فمش فرق لو هي باكية اوه 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 اطبقها كده على الكاميرا اللي فوق ديت هتلاقي ان هي value سابتة ال W1 وال W2 وال L1 وال L2 داش عاود في المعادل هنا هتتلاقي مش هتفرق بقى من اليمين لو بعد C في هنا يعني الكاميرا مكملة بعد C ومكملة بعد A ولا هتفرق معك في حاجة فده طبعا ايه هي very simple بس لها طبعا الأكيروس بتاعتها مش مش كويسة ده بالنسبة للمومنت سوى ب 3 moment equation او ب ال French equation لكاميرا continuous طيب جبنا البندج مومنت عايز اجيب الشير فورس المناظرة للمومنت دي اعمل ايه يعني لو انا عندي المومنت بتاع الكاميرا ديت حد يعرف يجيب الشير فورس ده مين اللي بيعزف على جيتار ده فهنا نعرف نجيب الشير فورس للكاميرا ديت نعرف طبعا بال superposition مسود ايه superposition مسود ان انا امسك الكاميرا ديت بدل ما هي كده M1 و M2 و M3 و بارابولات متعلقة لا انا افصلها اخذ كل باكية لوحدها يعني الباكية دي كده اخذها لوحدها والباكية دي كده اخذها لوحدها كما لو كانت simple beam يعني الباكية اللي هي طولها L1 دي اخذها كأنها كاميرا simple beam والباكية اللي طولها L2 اخذها كأنها كاميرا simple beam ولكن هي مش simple beam هي فيه negative moment هنا فانا اصلح الخطأ اللي انا عملته دوت الخطأ ايه خطأ ان انا اعتبرتها simple beam واخد M2 ديت كconnective moment كده اخد سهمين كده قيامهم M2 والM1 ديت اخذها حطها كده سهمين كده قيامهم M1 يعني فيما معناها لو خدت الباكية دي دلوقتي درستها هلاقي ان هي آه كاميرا simple beam وعلى لوت W1 بس فيه هنا عند الصبورت الخارجي الناحية الشمال فيه concentrated moment M1 وفيه concentrated moment M2 فلما اجي ارسم bending moment diagram للكاميرا دي لازم يبعندي M1 هنا لفوق negative حيديل السهم هي ولازم يبعندي M2 هنا لفوق negative نحيديل السهم وعلق برابولة من M1 والM2 فده equivalent ده يعني التفصيلة اللي تحت دي اللي هي superposition دي equivalent اللي لفوق بالظبط بعد كده امسك كل كاميرا اجيب لها الشير على الوضع ده اقدر اجيب الشير بسهول ازاي بالنسبة W1 عايز اجيب الشير force زي جرام اللي ناتج من W1 او خلينا نقول الرياكشنات عايزين نجيب الرياكشنات اللي هي لي انا هعمل موت عشان في mute all عايز اجيب الرياكشنات اللي ناتج من W1 اعمل ايه ايبه هنا W1 L1 على الاثنين W1 L1 على الاثنين ده الرياكشن اللي هو جاي من W1 W L على الاثنين كاميرا simple beam هيت انا مش مدخل المومنت معي انا بس بتكلم على W1 بس simple beam هي بالرياكشن WL على الاثنين WL على الاثنين بغضو بالنسبة للباكت التانية W2 L2 على الاثنين W2 L2 على الاثنين ده اول حاجة طيب نيجي بقى للامات M1 و M2 يدوني رياكشن عاملة ازاي M1 و M2 محصلتهم ايه تعال ناخد اللي عزوم حوالين اي نقطة ولتكن عند النقطة ديت يبقى عندك M2 نفترض مثلا M2 هي الكبيرة يبقى M2 ناقص ده الريزولتانت بتاعهم هيعملولي رياكشن هنا قيمته قد ايه الريزولتانت دوت على الطول ده يبقى M2 ناص M1 على L1 يبقى هنا M2 ناص M1 على L1 ده هيبقى طالع لفوق ولو خدت العزوم هنا عشان اجيب الرياكشن لو ع الشمال هيبقى نازل لتحت المهم يعني الرياكشن ده واحد طالع واحد نازل وقد بعض بالزبط اللي اتنين يدوني قبل يساوي الفرق بين M2 و M1 تاني لو M2 والM1 دول العزوم اللي بتأثر على الكاميرا عند الاطراف انا عايز اجيب ليهم الرياكشنات لهم هم بس كده يعني لو واحدهم فهيطرح M الكبير ناقص صغير اللي هو M2 ناص M1 يبقى لو M2 الكبيرة يبقى M2 ناص M1 هيلفف ازاي هيلفف صح ده اللي هو M2 ماقص M1 هيلفف كده اللي هو بفرض ان M2 يعني هي الكبيرة طيب ده بيلفف كلوكوايز لازم الرياكشنات بتاعة التو سابورزول تلافف أنتي كلوكوايز وده قبل يعني بيمثل قبل فلازم التو رياكشنزول واحد يبقى طالع واحد يبقى نازل بحيس يعمله قبل يلافف أنتي كلوكوايز هيبقى اللي عن يمين ده طالع كده واللي على الشمال نازل كده بحيس المضرب أي واحد فيهم في المسافة بينهم يديني مومنت بيلفف أنتي كلوكوايز عكس ده وانا عايز المومنت ده يبقى قيمته M2 ناص M1 يبقى ازا أي واحد من دول هو M2 ناص M1 divided by المسافة بين التو سابورز اللي واحد فده يديني الرياكشن اثنين واحد طالع واحد نازل ده كده الرياكشنات بالسوبر بوزيشن مرة بسبب اليونفورم لود اللي هو W1 أو W2 ومرة بسبب الكونيكتينج مومنت اللي هي M1 وM2 هنا وM2 وM3 هنا أجمع بقى ده زائد ده عشان أجيب الرياكشن النهائي يبقى هنا دول يتجموا على بعض بمعنى ان اللي فوق نقص لتحت طبعا ودول هيبقى اللي فوق زائد اللي تحت نفس الكلام ده نقص زائد وده زائد ده يديني هنا الرياكشن اللي هو الشير هنا طبعا الرياكشن هنا هو الشير اللي هو Q1 ويديني هنا الرياكشن ده اللي هو الشير اللي هنا اللي هو Q2 وهنا يديني Q3 وهنا يديني Q4 ده لو بحل بـ 3 Moment Equation أو بـ French Equation وعايز أجيب الشير اللي هو بي كوريسبوند المين للمومنت اللي أنا حسب دي حتة شوية مفروض يعني تكونوا الكلام ده وتخدتوا يعني اللي هي منهم القصة دي بينه وبينك هو المومنت يعني لو أنا بسألك في تصميم الكاميرا في الأغلب أنا مركز على الجزء بتاع المومنت فأنت تجيب لي بس بـ 3 Moment Equation أو بـ French Equation الـ Unknown Moment ده عشان نصمم علي طيب تعال بقى نشوف كده حتة تانية في الكود بتتكلم عن Minimum Minimum Positive Moments إيه المينموم Positive Moments الكاميرا دي اللي هي باكيتين بس فيهم باكية طويلة وباكية قصيرة الباكية المومنت بتاع الكاميرا دي بيطلع بالمنظر اللي قدامك ده الباكية القصيرة بتبقى كلها Negative Moment عارفين الكلام ده ليه؟ عشان راح نقعب لكده أعتقد لما عدنا عليه قلنا إن الباكية الطويلة دي تعالنا إن نرسمها كده بسرعة في طرح دي الكاميرا بتاعتنا دي الباكية دي السابورتات مثلاً ودي الباكية الطويلة ودي الباكية اللي صغيرة الكاميرا دي هتدفلكت إزاي؟ الباكية الكبيرة هتنزل كده نتيجة إن هي طولها أطول والأحمال طبعاً عليها طب أكتر فهتدفلكت وهتسحب معها الباكية الصغيرة هتلاقي إيه بتاع ده طلع لفوق الكاميرا دي طلعت لفوق ورجعت نزلت كده عشان ممسوكة عند السابورت ده فهنا الشكل ده شكل الدفلكشن يخلي الكاميرا هنا متنية لتحت أو بمعنى تاني دي السهم يبغى لتحت كده يبغى تنشل ناحية تحت أو المومنت ناحية تحت وهنا تبغى متنية لفوق بيحصل لها بيندينб لفوق هي بغى دي السهم الفوق يبغى المومنت لفوق فتلاقي المومنت هنا عندنا في الباكية الطويلة وفي الباكية القصيرة كله نيجاتيض مومنت عاملة زي êtes بيموس كانتليفر هيتاطعم مش بيموس كانتليفر ولا حاجة بس يعني شباهها جداً في حكاية البيندش مومنت يعني بيموس كانتليفر بيبقى برضو كده بوستف والكانتليفر كله نيجاتف دي مش كانتليفر ولا حاجة وفيه سابورتو بس بيطلع برضو المومنت على الباكة القسيرة كله نيجاتف مومنت طيب كله نيجاتف مومنت جي الكود قال لنا ايه قال لنا لا معلش حطيلي مينمون بوستف هنا ولسكوري على 16 اللي هو W بتاعت الباكة دي في طولها تربيع على 16 ايه الحكاية ايه W مش ايه كلها نيجاتف مومنت ايه اللي يخلي عليها بوستف حد عارف حد كده لا 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 مش سبب لعلاقة بالتنفيذ لو حد عارفه يقول طيب هقول انا لو انت جيت اسناء التنفيذ فكيت الشدتين دول مع بعض الكاميرا هتدفلكت كده وهيبقى المومنت زي ما احنا اتفقنا ده بوستيف وده نيجاتف وما فيش اي مشكلة افرد انت جيت اسناء التنفيذ لو حصل ان تعال نرسمها تاني عشان تبين كده مثلا لو حصل ان دي ما تفكتش الشده بتاعته باك اللي عالشمال واللي تفك الشدة بتاعتها اللي علمين بس يعني ما تفكتش الشده بتاعتها لو يعني لو الشده ما تفكتش والقاميرا دي مزالت مش مسمحولها ادفلكت الشده بتوباخر Bronze حاجة support الكاميرا ومصبرت الصبة بتاعتك فبتوبها مسكها تماما فكون يعني بتوبا حاجات كده تحت هنا عروق وشده وخشب وبتاع والشده بتاعتنا مسك الكاميرا دي لو انت ما فكتش الشدة ديت هتفضل كما لو كانت الكامير دي فكست وفكت دي بس لو دي فكتها هتوبا دي عاملة ايه بات الكامير دي السيسم بتاعها كأنها هنجد هنا ودخل هنا على ايه على فكسيشن لأن الناحية اللي عالشمال دي ماسكة كويس جدا في الشدة كأنها فكست فالكامير دي بيتبهيف كما لو كانت كاميرا هنجد فكست الله طب ايه حكاية هنجد فكست ايه المشكلة لا مشكلة طبعا هنجت فكسد هتدفلكت كده 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 والكاميرا هنجت فكسد لو انتوا فاكرين المومنت بتاعها هيطلع البوصف ده WL2 على 16 وفيه نيجاتف هنا طبعا وهنا فيه بوصف WL2 على 16 فالكود قال ايه قال خد القيمة فيه مينمون بوصف للباكية الصغيرة دي WL2 على 16 عشان ايه عشان خاطر لو اتفكت الشادة بتاعتها قبل فك الشادة بتاع الباكية الطويلة فهتشتغل بالشكل ده يبقى فيه بوصف WL2 على 16 فا ايه المفروض انها تشيل المومنت ده ما يحصلش فيها فلير بسبب انها ما اشقدرها تشيل ده بالنسبة لو هي الكاميرا ديت باكية طويلة جانب باكية قسيرة لو باكية طويلة او سوري باكيتين طوال وجانبهم باكية قسيرة بيبقى النيجاتي في مومنت مغطي الباكية القسيرة كلها ودي اتكلمنا عليها قبل كده اقولنا زي الكوريدور لو عندنا زي مثلا القاعات المحاضرات اللي كنا بناخد فيها قطين قصاد بعض اسبانهم يعني relative لكبير شوية وفي النص في كوريدور اسبانه قسير او في معظم المنشآت السكنية بتبقى كده في كوريدور مثلا بين صفين اوض او كده فبتلاقي الكوريدور ده قسير بالنسبة لاتنين دول فطبعا هتدفلكت ازاي الكاميرا الكاميرا لو كده بس ما بقى بايه بشكل كده كروكي هنلاقي انه يحصل دفلكشن كبير تسحب لفوق هنا يحصل دفلكشن كبير تسحب كده لفوق تلاقي ده كله طالع لفوق كل ده عليه مومنت نيجاتيب هتلاقي انه هي الكوريدور الصغير اللي في النص ده التانى لفوق والبندنك بتاعه كله ناحية فوق فيبقى كله عليه نيجاتيب مومنت في حين طبعا هنا يعبقى عليه بوزتف عادي وهنا يعبقى عليه ايه بوزتف عادي طيب اكل لها نيجاتيب مومنت جيد كود برضو قال لنفس السبب لازم فيه يا جماعة مينيمون بوزتف للباكة اللي هي كلها نيجاتيب ديت المينيمون بوزتف ده WL سكوير على 24 طيب ليه المينيمون بوزتف ده لنفس السبب قالك لو انت هنا الشدة ما تفكتش دي كده ممسوكة كويس جد الشدة لسه ايه موجودة ودي شدة ما تفكتش لسه ممسوكة كويس جد وتفكت الشدة بتاعة الباكة القصيرة اللي في النص هيحصل لها ايه هتبتدت تنزل تدفلكت وهي كأنها فكسد هنا وفكسد هنا وإحنا عارفين ان الكاميرا الفكسد فكسد البندنج مومنت بتاعها عند السببورتات WL سكوير على 12 وفي النص WL سكوير على 24 فعشان كده كود قال هنا ايه هيبقى فيه مينمم بوصف WL سكوير على 24 ده كده سبب ليه كود قال القيم ديت انت بس مطلوب منك عشان يعني تحل شيت أو تعمل ديزاين وكده انت بس تعرف ان فيه بوصف مينمم بوصف للباكية الخارجية ديت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة